الى الملف السوري حيث اكد رئيس الوسي فلاديمير بوتين سعي بلاده والمانيا للتوصل الى تسوية سياسية للازمة السورية قال بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الالمانية انجلا ميركل في سوتشي ان برلين مستعدة للمشاركة في عادة اعمار السورية ادو اكدت ميركل دعم بلادها للاتفاق النووي الايراني لافتة الى ان الاتفاق ليس مثاليا لكنه افضل من عدم وجوده بحسب قولها